موسيقى اهلا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار والمستهل بالعنوين وزير والداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية يشرف على تنصيب والي ولاية البيض والي ولاية مستغانم يشرف على الاحتفال باليوم الوطني للإمام ولاية بسكرة احتفل باليوم الوطني للإمام مشاريع هامة استفادت منها العديد من المؤسسات التنبوية بولاية عين صالح تحسبا للدخول المدرسية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية المسيلة تحتفل باليوم الوطني للإمام الملتقى الأول للدراسات القرآنية بولاية عامة خرجة ميدانية لأعوان الرقابة والوقاية لمديرية التجارة بولاية غربة عمال اتصالات الجزائر يتجندون من أجل إنجاح حملة تنظيف الشواطئ مصالح والدرك الوطني بولاية المسيلة تتمكن من تفكيك شبكتين إجراميتين فرقة والأمن والتحري بولاية بسكرة تحجز كمية من المخدرات وتوقف شخصين قافلة اكتشاف المواهب وتطويرها تجوب مناطق الظل بولاية برج بوري ريج الطبعة السادسة للمهرجان الوطني للأدب والسينما بولاية سعيدة نادي وفاق مقرى للكرة الحديدية بنشيلة ينظم دورة وطنية على إثر الحركة الجزئية للولات والولات المنتدبين التي أجرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمراني إبراهيم راد على تنصيب نوردين بالعريبي واليا لولاية البيض تغطية الزميل جلال بن عمير 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 تغطية الزميل جقيقة الزميل جيزية المساطي المترجم تغطية الزميل كيف ينسى البيض وبأسطنعية الزباك، بعد 14 شخصي المتوضة من سنكيفي، يسموني شؤون ملايذ البيت. وعليه أني أتزيل أمارك بأن أكون على قدر هذا التقليد، وعاكم بالعمل لكل جود وإخلاص، وعاكم بالمقابل عن هذه المسؤولية التي كنتم معها، وعاكم بالنسبة للجميع، وعاكم بالمجسوية، سأسعى جانباً في كل ما كنتم تدعيب، وواصلت البساطة المبيت، والساطور، سأسعى جانباً في هذه المنازمة أن يتم بسبب النظرات الأمم ونشرد الملايذات. وملاحظنا شكراً للمدينة بالجميع في مصدر التالي في مصدر المعاركة، بسبب التأمر. شكراً للمشاهدة. على الاحتفال باليوم الوطني للإمام حيث تم فيه مدخلات من طرف أساتذة حول الإمام ومكانته في المجتمع وأيضا تكريم متقاعد سلك الإمام تغطية الزميل توتي عباسة حدثت أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقع يا وصول الله مرني بعمل أعمل ويصح أن أقول أعمال مرني بعمل أعمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن إمام أومد باليوم الوطن الذي رسمه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتحتفي باليوم الوطني للإمام الذي رسمه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وها هي مديرية شؤون دينية كعادتها تنظم هذا الحفل تحت إشراف الشخصي للسيد والي ولاية مصغاليم السيد أحمد بودوح والحمد لله كان فيه نشاطات كان فيه مداخلة من طرف أمين مجلس العلمي وعبد الله الضعيف مدير الشؤون دين وقاف وفيه بعض التكريمات للسادة الأئمة وكانت المداخلة تصب حول المحافظة على الوطن والمرجعية الدينية والهوية الوطنية والتكافل والتضامن والحمد لله كانت فيه وحدة الفرحة وفيه وحدة الله البجرة على وجوههم والشكر الموصول إلى السيد والي الولاية الذي كان له الفضل كبير في إعطاء تخصيص غلاف مالي لتكريم حملات كتاب الله وكرمنا ما يقارب مجموعة من الموظفين لأحيلوا على التقاعد هذا اليوم شيئا جميل كانت فيه الخيرات والبركات والمصرات حيث هذه الاتفاة من القيادة لهذه الدولة المباركة إلى الإمام وريادته وأفعاله والشكر يعود إلى المسؤولين وإلى كل من كان فعالا في هذا اللقاء والحمد لله رب العالمين وهذه نعمة مباركة والسبشرة طيبة نستشير بها الأئمة والقيمين وكل المرشدين وأهل الدين وهذا السلك هم شاركنا في هذا اليوم الوطني للإمام وهذا اليوم الذي رسمه رئيس الجمهورية عرفانا لمجهودات الإمام ولهذه الرسالة الإسلامية النبيلة التي يقوم بها الإمام في بناء المجتمع الصالح والإمام يعتبر أحد رموز هذه الدولة الجزائرية في المساهمة في نشر القيم وتعاليم ومبادئ الإسلام على غرار ولاية الوطن احتفلت ولاية بسكرا باليوم الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية وذلك تحت إشراف والي الولاية ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف عنوان والندوى كان موسوما برسالة الإمام في ظلية تحديات المعصرة التقية للزاميل عبد الحميد معروف على غرار ولاية الوطن احتفلت ولاية بسكرا باليوم الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية وذلك تحت إشراف والي الولاية ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف كما هو مضحه الشيخ عبد رمع عثماني والإمامة الأمر بمعروف ونأهي عام المنفر ونحن في هذا المقام نتذكر إخوانا البنامات وشهداء الكل يصف في الشريع السلامي وفي الحفار عن القرآن العظيم والدمر العربي فئة الشباب الذي هو العرضة ومستهدف بشكل كبير لأنه هو عصر الهمة والذي بيدي بنيان الهمة هو بنيان الظقل والشباب الله يكواني في دروسكم من 2020 أكيدوا وتكلموا على هذه المهجمسات التي غزت غزت شبابنا اختلف العلماء ما هو الأفضل هل هو المهذي و هل هو الإيمان من بعض يعني ظهر له أن المقيم هو أكثر أجرا من الإيمان كان عنونا ندوى رسالة الإيمان في ظل تحديات المعاصرة أين تمتكي مجموعنا لا إما احتفاءا بهذا اليوم المبارك الأغر الذي قره السيد رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه وهو اليوم الوطني للإيمان هذا اليوم هو تكريم للإيمان واعتراف يعني بقيمته مكانة الإيمان نتقدم بالشكر الجزيل لسيد أولا رئيس الجمهورية على ترسيخه هذا اليوم اليوم الخامس عشر من سبتمبر يوما وطنيا للإيمان من كل مستواء المراكز الثقافية الإسلامية فكما يحيي الأئمة هذا اليوم فنحن كذلك على مستوهاته الولاية وليت بسكراء نحيي هذا اليوم وتصرفنا بحضور كوكبة من المشايخ أحياء أئمة وليت بسكراء ذكراء أو اليوم الوطني للإمام هذه السنة بإقامة ندوة ولائية جامعة أشرف عليها السيد مدير الشؤون الديني الأولقاف تناولت شخصية معروفة لها وزنها وثقلها فقدناها في بداية العام الماضي هذا في بداية العام هذا وهو سيد الشيخ سيد عبد القادر عثماني عليه شآبي بالرحمة والرضوان اتخذ من أجل تحسين ظروف تمدرس وتحسبا للدخول المدرسي استفادت بعض المؤسسات تربوية من مشاريع هامة كترميم وصيانة وبناء أقسام توسعية لتجنب الاكتظاث بولاية عين صالحة تحضيرا للدخول المدرسي مشاريع هامة استفادت منها العديد من المؤسسات التربوية هنا بولاية عين صالح تتمثل في الترميمات والصيانة وبناء أقسام توسعية لتجنب الاكتظاث قطاع التربية بالولاية يشهد حركية نشطة هدفها تحسين ظروف تمدرس ترميم مست مختلف الأطوار خاصة طول ابتداء حيث تقريبون الله الحمد ما يفوق سبع وعشرين ابتدائية عرف الترميمات وهذا مما حسنا كذلك من ظروف تمدرس وكذلك من وجه هذه المؤسسات ضيف إلى ذلك أننا ولله الحمد الفين وعشرين كانت عندنا تقريبا تانوية لستفهم الترميمات وكذلك كلت متوسطات هذا من حيث الترميمات سواء كان على مستوى ميزانية الولاية أو كذلك من ميزانية القطاعية المركزية ضيف إلى ذلك هذا العمل إلى الحمد قد استفادت مؤسسة تربوية من ترميمات في الحقيقة وتوسعات من بين التوسعات تقريبا عندنا تحتوي ولاية عينصال عبر بلاديتي الثلاث على سبعة وستون مؤسسة تربوية موزعة بين مختلف الأطوار التعليمية حيث تم رصد بعض النقايص في بعض المؤسسات الأمر الذي جعل مديرية التربية تسجل مشاريع خاصة قصد إعادة الاعتبار لها بأن هناك مشاريع أخرى هذا العام إن شاء الله عندنا بنسبة 2023 مشاريع اللي هي مشاريع الصيانة والترميم لتعرف ترميمات ما نقولوش ترميم كبير ولكنها ترميمات على الأقل تحسن من وجه هذه المؤسسة لأننا ما يخفاش على الجميع بأن معظم مؤسسات الولاية في الحقيقة القديمة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج كذلك إلى مرافقة نحن منذ تنصيب من السلطات المحلية والولاية والوطنية سنبدأ في عملية الترميم باش كل عام نحسن من وجه غادي إن شاء الله في يوم لأن هذه المؤسسات تسترجع لمكان انتاحها وكأنها مؤسسات جديدة مشاريع هامة هدفها الارتقاء بالمدرسة على مستوى الولاية يذكر أن المؤسسات التربوية شهدت حملة نظافة واسعة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من أجل استقبال التلاميذ في ظروف حسنة بمناسبة اليوم الوطن للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المسيلة يوما دراسيا حول أثر المرجعية الدينية في تحصين المجتمع ودور الإمام في تقرير هويتي الوطن تفاصيل أكثر مع الزميل لاويجي جلولة أرحب بالحضور الكريم المشارك في أشغال هذا اليوم الدراسي بعنوان أثر المرجعية الدينية الوطنية في تحصين المجتمع ودور الإمام في تعزيز الهوية الوطنية وأعلنوا عن الافتتاح الرصي لأجهال هذا اليوم الدراسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مناسبة اشترافي مع الوفد المرافق لي على الافتتاح اليوم الوطني للإمام الذي أقره السيد الرئيس الجمهورية نتمنى من الجميع التوفيق في هذا الملتقى والذي يدخل في إطار المحافظة والتعريف على المرجعية الدينية من خلال المحاضرات القيمة التي ستلقى بمناسبة هذا اليوم مرة أخرى شكرا لجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتظم هذا اليوم الدراسي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإمام هذا اليوم الذي أقره سيد الرئيس الجمهورية مشكورا مأجورا اعترافا منه واعتراف من الدولة بدور الإمام ركزنا في هذا اليوم الدراسي على أثر المرجعية الدينية الوطنية التي كانت وستبقى ركنا ركينا في الحفاظ على تماسك المجتمع الجزائر انتصرت وتصدت لكل أنواع الاستدمار والغزو والتفكيك بفضل هذه اللحمة التي جمعتها هي المرجعية الدينية الواحدة اخترنا مذهب الإمام مالك مذهب إمام دار الهجرة وكأن هناك نورا بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجزائر ترون أن هذه المرجعية كانت حصنا لهذه الأمة وصمام أمان والحمد لله كانت الجزائر وما تزال قلعة حصينة للإسلام وقلعة حصينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستكون بإذن الله قاطرة انتع خير لجميع بلدان العالم الإسلامي لا يخفى عليكم أن للإمام في هذا دور نحن نريد أن نجسد ونبرهن على هذا الدور من خلال هذا اليوم الدراسي بارك الله فيكم شكرا لكم إن رسالة الإمام ستبقى متجددة فإذا كان الإمام إبنى ثرة التحليل قد أدى دوره فإن الإمام لا يزال يؤدي هذه الرسالة بحب وبإخلاص رغم بعض التحديات التي تواجه الإمام إلا أن إرادته فولاذية قوية في أن يقدم الخير لدينه ووطنه والحمد لله أن الإمام هو المحور في كل إصلاح بل هو أحجر الزاوية فإليه يلجأ كل أطياف المجتمع حتى يكون عونا لهم في تقديم النفع لهذا الوطن هذا اللقاء تمحور حول المرجعية الدينية الوطنية ودورها في اللحمة الوطنية إذ تمحور هذا اللقاء حول أهم الأسس التي يمكن من خلالها أن نحفظ مرجعيتنا الدينية الوطنية ولا يمكن للأوطان ولا للأمم ولا للشعوب أن تتماسك وأن تتوحد وأن تتجدد إلا بوحدة دينية تحفظ لها بقاءها واستمرارها فجزا الله الأئمة الذين حضروا هذا اللقاء وجزا الله المشايخ الذين حضروا في هذا اللقاء وجزا الله المسؤولين الذين رعوا هذا اللقاء بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامة الملتقى الأول للدراسات القرآنية التعليم القرآني واقع وآفاق تحت شعار خيركم من تعلم القرآن وعلمها تقرير الزامي الأساسي بخد نظمت مديرية شؤون الدينية والأوقاف لولاية النعمة الملتقى الوطني الأول للدراسات القرآنية بعنوان التعليم القرآني في الجزائر واقع وآفاق تحت شعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه برعاية ولي الولاية وبحضور عدة مشيخ وأساتد وطلبة العلم مختلف لولايات حيث تزمن كما تميز الملتقى بذورها فقهية في شرح موتون بن عاشر ومدخالة للمشايخ والأساتد لعدة أهداف ومنقشة حول العزوف لحلقات التعليم القرآني بالجزائر أمن تنظيم هذا الملتقى مع إحياء اليوم الوطني الإمام المصادف لـ 15 سبتمبر من كل سنة وهي المناسبة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية تخليداً لذكر وفاة الشيخ العلامة سيد محمد بكبير رحمه الله وطيابة طراء وهذا لما للشأن الديني من أهمية قصوى في الحفاظ على هوية البلد وقيمه حيث أولت للجزائر عناية خاصة بالإمام من خلال الدور الكبير الذي يقوم به لا يسعني أن أعلن رسمياً عن افتتاح هذا الملتقى الوطني الأول للدراسات القرآنية المسوم بالتعليم القرآني في الجزائر واقع وافاق تحت الشعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه بسم الله الرحمن الرحيم نظمت مديرية شؤون الدينية والأوقاف لولاية النعمة هذا الملتقى الوطني الأول في الدراسات القرآنية والذي والذي عقدناه هذه السنة تحت عنوان تعليم القرآن واقع وافاق بشعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونأمل إن شاء الله أن يتواصل هذا العمل هذا الملتقى الملتقى الدراسات القرآنية بولايتنا ونهدف من خلاله إلى دراسة محور من المحاور المتعلقة بالقرآن الكريم كل سنة إن شاء الله وقد نظمنا على هامش هذا الملتقى عدة دورات هامة أيضا منها دورات فقهية لأبنائنا الطلبة طلبة القرآن الكريم لكي نجمعهم بعلماء الجزائر من أجل ترسيخ وتعزيز المرجعية الدينية والوطنية وكذلك واصلنا في هذا الملتقى عملا هاما وهو الدورة التكوينية الثالثة في أحكام الترتيب بلوية ورشن عن نافع التي نظمناها لأبناء القطاع من أجل أن نؤسس لهيئة إقراء قوية بالولاية إشارة تحذيرا للدخول المدرسي المقبل قام أعوان التجارة وأمن ولاية قلمة بخرجة ميدانية لمعاينة مدى وفرة الأدوات المدرسية وصلاحيتها وجودتها من أجل سلامة الأطفال وحماية أبناء المستهلكين تعطية الزميل رامي الأحمر تحذيرا تحذيرا لدخول المدرسية لدخول لدخول المدرسية قمنا أعوانا الرقابة لمدر التجارة فيولاية قلمة بعدة خرجات ميدانية للعديد من مكتبات من أجل موقف على عملية تخذنا الأدوات المدرسية من طرف المستهلكين حيث لاحظنا تغفورها وتنوعها على مستوى السوق بأسعار تتوافق مع رغبة وقدرة الشارك أما فيما يخص مصلحتنا نحن مصلحة حماية بمستهلك وقمع القش فقد فطرنا برنامجا بالتحضير لهذه المناسبة بابتدأنا في منطق الثاني من شهر قوت بعملية تحسيس على مستوى المكتبات وتدينها في بداية شهر سيطنبر بعملية مراقبة وتفتيش وذلك للوقوف على مدى مطابقة هذه المنتوجات من حيث الوسم وذلك لذكر جميع الديانات من مكونات وترتيب المنتوج وانتاريخ انتاجه ونهاي صلاحيته وهذا لسلامة الأطفال وأبناء المستهدفين وحيث أصفرت الهملية على عدة تجاوزات قمنا بحجز وإهلاف بعين مكان لمواد متهيط صلاحية متمثلة في مادة الحجين وألوان مائية ومادة الغير وفاء منها لالتزام المواطن الرامي للمحافظة على البيئة نظمت اتصالات الجزائر حملة واسعة لتنظيف شاطئ المسكدة بمرصى بنهيدية بمشاركة عمالها وأبنائهم من ولاية تيلمسان عنتيموشن سعيدة وسيدي بالعباس المبادرة تندرج تحت شعار محيطنا مسؤوليتنا تفاصيل أكثر في تغطية الزامي وفاء منها لالتزامات المواطن الرامي إلى المحافظة على البيئة نظم اتصالات الجزائر حملة واسعة لتنظيف شاطئ المسكدة بمرصى بنهيدية بمشاركة عمالها وأبنائهم من ولاية تيلمسان عنتيموشن سعيدة وسيدي بالعباس تهدف هذه المبادرة التي تندرج تحت شعار محيطنا مسؤوليتنا إلى توعية وتحسيس المواطنين صغارا وكبارا حول تأثير النفايات الانفواع للوسط الطبيعي ومدى أهمية المحافظة على الشريط الساحلي والثروة الطبيعية التي تزخر بها بلادنا قبل كل شيء أشكر أسراء إعلامية لولاية الإنسان وولاية مجموعة على غير أسراء إعلامية لولاية العباس وأسراء إعلامية لولاية عمال الشرك الحضور والمشركة التي شاركونا في هذا اليوم العظيم لإتصالات الجزائر حصصاته أشتبرها نودبي مرة أخرى بأنها مؤسسة مواطنة يهمها كل ما يحيط بالمواطن سواء في مجال عملها في المجال التكنولوجي فيما يحوص الإنترنت أو في مجال المؤخيط والبيئة التي هي كذلك في صلب اهتمام إتصالات الجزائر وهذا يدل ما يدل عليه اليوم الحملة تعليم التي قام بها أفراد عائلات العائلة الكبيرة لكسلات الجزائر في تلمسان بيهم بأبناءهم بالعائلة التوحام كذلك نشكر الشفاة الإسلامية لولاية تلمسان على المشاركة وشاركونا في هذا الحدث حضرنا اليوم ووجودنا اليوم هنا يعكس مدى التجامنا كمؤسسة مواطنة تجاه مجتمعنا وبيئتنا وذلك حرصا منها والأهمية التي توليها للحفاظ عن البيئة والمجتمع وأخيرا نتمنى أن نكون قد ساهمنا ولو بالقليل في مشروع لدى مجتمعاتنا وكذلك لتحقيق التغيير الهجابي والمستدام لبيئتنا مجتمعنا وكذا محيطنا على إثن الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بنسيلة في عمليتين من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشط في إقليم الإختصاص بكل من دائرتين بوسعاد وسيد عيسى مع حجز 23.085 قرصة مهلوس من نوع بريغامانين وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وحجز سيارة سياحية وسلة هواتف نقالة تفاصيل أكثر مع الزامن العويجي جلول على إثر الاستغلال جيد المعلومات التواجد الميداني والأمن لتأمين المواطن منتلاكاته تمكن أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بنسيلة في عمليتين نوعيتين من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشط في إقليم الإختصاص بكل من دائرة بوسعاد وسيد عيسى مع حجز لذى عشر ألف وخمسة وثمانية قرص مهلوس نوع بريقابالين ستة ميلغرام مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهما وحجز سيارة سياحية وستهود نقالة وسيلة الأبحاث الدرك الوطني بالمسيلة تحقق تحقق في القضياتين عن طريق عن طريق خط الأخضر المجان على 10 50 أو على البوابة الإلكترونية تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخنق سيدي ناجي بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من حجز أكثر من 9300 قرص مهلوس من نوع بريقابالين وتوقيف شخصين من بينهم إمرأة تغطية الزامع العبد الحميد معروفة مواصلة للجهود الرمية للقضاء على شتى أنواع الإجرام خاصة منها المتاجرة بالمخذرات والأقراط المهلوسة تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري بخنق سيدي ناجي بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من حجز أكثر من 9300 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 مليغرام وتوقيف شخصين مشتبه فيهما تتروح عمارهما ما بين 33 و37 سنة من بينهما إمرأة العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها قيام أشخاص بتمرير كمية كبيرة من الأقرص المهلوسة من إحدى الولايات الجنوبية المجاورة على إثرها تم وضع تشكيل محكم وغلق جميع المنافذ التي من المحتم المرور هذه الشحنة عليها وتكثيف عمليات التفتيش للمركبات ليتم على إثرها توقيف وتفتيش سيارة محل المعلومات أين تم العثور على كمية كبيرة من الأقرص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الأمامية للمركبة ليتم على إثرها توقيف المشتبه فيهما وقت يدهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق افتتحت فعالية المشروع الوزاري الذي يحمل عنوان قافلة اكتشاف المواهب في المجال الثقافي وتطويرها بولاية بورجبوري ريج لتجوب مناطق الظل عبر إقليمي الولاية لاكتشاف المواهب وتنميتها تقرير الزميلة نجمة حامنة من تقويم الشريع من طرف وزارة شباب ورياضة المشروع الذي استفادت منه جمعية رواد المستقبل لسنة 2023 اتتاح الرسمي لفعاليات المشروع المزاري الذي يحمل عنوان قافلة اكتشاف المواهب وتطويرها بعنوان شو تايم هذا المشروع كان بيدعم من وزارة شباب ورياضة وتحت الرعاية السامية لوالي ولاية بورجبوري وبإشراف من مديرية الشباب والرياضة هذه القافلة ستنطلق لتجوب مناطق للظل ولاية بورجبوري هذه القافلة ستكتشف المواهب في المجال الثقافي مثل المسرح والموسيقى والإنشاد والرسم إلى آخره الهدف من هذه القافلة هو اكتشاف المواهب وتطويرها ومنح لها فرصة من أجل إبراز ما تملكه من مواهب أيضا الهدف منها وهو تأسيس نوادي في المؤسسات الشبانية من أجل البقاء كنشاط دائم في هذه المؤسسات اليوم نشهد حضور افتتاح المشروع الشباني اكتشاف طافلة اكتشاف المواهب الشابة والتطويرها الذي هو من تنفيذ الجمعية الشبانية ربما المستقبل هذا المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع الوزارية المنولة من طرف وزارة الشباب بغرياضة ما يخش عليكم أنه ولاية برج بغريليج لسنة 2022 غفرت بستة مشاريع ممولة من طرف وزارة الشباب بغرياضة ستة مشاريع شبانية ولأول مرة نشهد هذا العدد من المشاريع هذا المشروع الذي هو عبارة عن قافلات تجيب بمختلف المؤسسات الشبانية الموزعة عبر اقليم الولاية أو بلدية الولاية هذا المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الشباب في حوصات الشباب احتضنت قاعة المسرح الجهوي سيراط بومدين بولاية سعيدة فعالية وطبعة سادسة للمهرجاني الوطني للأدب وسينما المرأة بحضور ممثل عن وزارة ثقافة والفنو اسماعيل إبرير وكوكب من المخرجين والفنانين السينمائيين والأدباء والروائيين الجزائريين التغطية لزاميلة محمد أبو علامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا مرحبا للمهرجاني فعالية الدورة للمهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة جوء والناس اللي دافعوا بشهد وخرجين اللي يكون نرهم أربحوا كالكباخ اللي يانفيكتوها دافعت هروفها عن المرأة الجزائرية وناقشت المصاعب التي تواجه النساء بحس أنتوي مفعم سعيدة بعيدة وهي من القرم القريمة سماوها سعيدة سعيدة وستكون أسعد وباستقبال كل سنة في هذا المحذر والموعد الثقافي أبرز صنباع الكلمة سعيدة بعيدة بإمكانك سعيدة بعيدة سعيدة التي تتركك على المقر من القرم القريمة الماضي فلم يكن من الغريب أن تنجيب أسماء كبهنو العبد الكريم وبنقاسم حجاج وعيساوي جعفر ومخلوف هامل بمشاركة السلطات البحرية والأمنية وكذلك الفنانين وهذا المستوى بتاع التنظيم وهذا بمشاركة الأدبيين والسينمائيين اللي عندهم إن شاء الله يكون كاين احتكاك مع المجتمع السعيدي وإن شاء الله عندهم إن شاء الله يكون كاين احتكاك مليح بشي ينمي الثقافة ويورث ويورث الثقافة محلية وجزائرية في الوسط المواطنين السينمائية طب نراست أول مرة نجي أول مرة نجي السعيدة في هذا المهرجان الافتتاح بين بللي مهرجات كبير ما شاء الله إن شاء الله نقضي معكم أيام مليحة المهرجان أعطنا فرصة للقاء والنقاش مع الفنانين مع الكتاب مع الروائيين وشكرا للمهرجان أنقل إليكم تحيات سيدة الوزيرة دكتورة سوريا مولوجي التي كانت تود أن تشارككم هذا المهرجان لكن بسبب التزامات حكومية اعتذر الأمر هي تحييكم جميعا فردا فردا وخاصة المبدعين تسر أن أحمل تحياتها إلى أهل السينما والأدب طبعا المهرجان الآن هو وطني نظم نادي وفاق مقرر الكرة الحديدية ببلدية مقرر شرق عاصمة ولاية المسيلة دورة وطنية في الكرة الحديدية في طبعتها الرابعة بالمركب الجواري الشهيد واضح حميدة تحت إشراف رئيس المجلس الشعبية البلدية تفاصل أكثر مع الزامي العويجي جلول أعلن رصبيا عن اتجاه الدورة الوطنية الرابعة في مدينة مقرر مرحبا بكم مرة أخرى والفائز دائما هو الروح الرياضية والأخوة السائدة بين الجميع نشكر الحضور ابتداء من المسؤولين ممثل الأمن الوطني وممثلي الحماية المدنية وأيضا مدير ومشي في المركب بالرياضي الجواري على الاستثمان فنقوم لهم حللتم أهلا ونزلكم سهلا فالجميع فائز في هذه الدورة وإن كان من فائز هو اللقاء والتعارف والأخوة في هذه الدورة الوطنية الرابعة التي تجمعنا هنا في هذا المركب الجواري وطارك الله في الجميع والفائزون جميعا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين نحن الآن متواجدون بالمركب الجواري واضح ميدا بمقرة وهذا طبعا في إطار الدورة الوطنية الرابعة للكرة الحديدية بمدينة مقرة وهي سنة تقليدية يعني الدورة الرابعة يعني كل سنة وهذا بمشاركة أكثر من 22 ولاية اليوم اللي جونا من جميع ولاية الوطن وهذا طبعا للتنافس على المرتبة الأولى والثانية والثالثة في إطار الروح الرياضية وفي إطار الشعار لنظم النادي وليقول كورات من حديد علاقات من ذهب السلام عليكم مرحبا بضيوفنا الكرام في مقرة الطبعة الرابعة ونشكر اللاعبين الذين ونتمنى الفوز إلى النادي نادي الاتحاد عن خضرة نشكر بلدية مقرة على تنظيم الطبعة الرابعة للكرة الحديدية تحت إشراف السيد الرئيس بلدية مقرة وشعارها كورات من حديد وعلاقات من ذهب نشكر سكان بلدية مقرة وكل المواطنين إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختامي النشرة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة